ويرجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين وبرنامجنا تحديات طبعا كلنا بندور ازاي يكون معنا فلوس وازاي نزبط علاقتنا مع الناس اللي حوالينا وازاي يبقى شكلنا حلو وشكل جسمنا كمان متناسق وبننسى اننا نزبط علاقتنا بنفسنا ونقبلها زي ما هي وطبعا ده بيأثر على علاقتنا باللي حوالينا وبيأثر على المال في حياتنا وبيأثر على شكل جسمنا وملامحنا معينا النهاردة دفتنا اللي منورانا في البرنامج لايف كوتش سالي مراد اهلا بيك يا ساي اهلا بيك يا شايمة عامل ايه؟ الحمد لله بصي عايز اقولك انا مستني الحلقة لا ان انا عايز اعرف منك كل الدنيا دي معقولة اننا ما نبقاش راضين عن نفسنا ده بيأثر على كل ده في حياتنا اه طبعا طيب مبدئيا انا عايزاكي تعرفي نفسك للجمهور اكتر عايزاهم يعرفوا مين كوتش سالي مراد تمام اه انا سالي مراد معالج ولايف كوتش ومارس تنوين بالاحاق ودبلوم ماهني في الصحة النفطية اه بنشتغل يعني لايف كوتش هو جزء من شغلي مش كل شغلي فبنشتغل مع النايس على موضوع كبول الزيت وزي نقدر ذاتنا وزي نقبل ذاتنا عشان ده فعلا بيأثر على كل سياقات الحياة سواء علاقتي مع النايس سواء علاقتي بالفلوس سواء شكل جسمي كل دي حاجات خارجية لو زبطنا علاقاتنا بنفسنا من الداخل ده كله هيترتب عليه الباقي طيب انا الاول عايز اعرف هو يعني ايه لايف كوتش لان دلوقتي بقى كتير قوي ومنتشر لايف كوتش طب يعني ايه لايف كوتش وامتا الجأ لللايف كوتش امتا امتا الوقت اللي انا الجأ فيه ان انا اتعامل مع لايف كوتش او او ايه الدنيا يعني عايزاكي اشرحيلي لان انا زي زي الجمهور عايزا اعرف ايه الموضوع ده اللايف كوتش ببساطة هو مدرب حياة لو احنا يعني ترجمناها الترجمة الحرفية هو مدرب حياة بيساعدني في ايه بيساعدني في ان انا لما يكون عندي دروب في حياتي او مشكلة وعايز اخرج منها مش عارف اخرج منها الواحدي انا ممكن الجأ اللايف كوتش ده بيساعدني في ايه كمان لو انا عندي هدف وعايز اوصل للهدف ده بس مش عارف أحدد إيه هي إمكانياتي أو نقطة القوة بالنسبالي أو نقطة ضعفة بالنسبالي وعايز حد يقعد معايا يزبط لي الدنيا دي كلها فبالتالي أوصل لهدفي بصورة أسرع دي جزئية اللايف كوتش طب أنا كمان معالج شعوري طب العلاج الشعوري بيعمل إيه إن أنا بتنشتغل بقى على صدمات الماضي إن أنا كل المشاعر السلبية اللي جوايا بنتجي نحررها علشان هي موجودة في الجسم فبنخليها تكليرنس خالص من الجسم فبالتالي أقدر أعيش بشكل أفضل وأقدر أتعامل بشكل أفضل طيب أنا دلوقتي عايز أعرف هو إيه الفرق بين اللايف كوتش والطبيب النفسي تمام الطبيب طبيب بيتعامل مع الأمراض النفسية لكن اللايف كوتش ما ينفعش يتعامل مع المرض النفسي المرض النفسي يعني طبيب طبيب يعني مرض نفسي فإحنا أي حد بيجينا هو عنده مشكلة نفسية تخص مرض نفسي لازم يلجأ للطبيب هو أكتر حد يقدر في تواصل معه لكن احنا زي ما قلتلك بنشتغل على الصدمات الماضي على المشاكل اللي هي نقدر اللي هي ايه زي حاجات داعمة للطبيب النفسي يعني هو لو يحتاج مثلا اخ صائل محتاج معالج محتاج لايف كوتش يمشي مع المريض بتاعه احنا بنشتغل ده لكن كتابة ادوية كشغل على المرض النفسي وازاي تتعاملي معاه ده محتاج طبيب طيب بعنوان حلقتنا النهاردة كبول الزيت عايزة عرف منك يعني ايه كبول الزيت كبول الزيت يعني ان انا اقبل نفسي بكل الصفات اللي فيها سواء كانت ايجابية او كانت سلبية من غير شروط هي مش حاجة يعني كلمتين سهلين وبساط لكن هل انا قابل نفسي بكل حاجة فيها سواء عيوب او سلبيات دي بقى اللي بنخش فيها شوي انا ممكن اكون قابلة ان انا متفوقة في دراستي انا شطرة انا بعمل حاجات كويسة طيب الحاجات الوحشة اللي انا فيها انا قابليها طيب لو فيها اي عيب خلقي مثلا مشكلة في شكلي مشكلة في اي حاجة في حياتي هل انا قابليها في نفسي في الغالب بنبقى قابلين الحاجات الحلوة او مميزتنا لكن الحاجات الوحشة بتتعبنا نفسيا فانتي اول ما بتبصي نفسك في المرايا لأ انا فيها كذا وحش لأ انا فيها كذا مش عارفة ايه فيها كذا عايزي تزبط فانتي بتنتقد نفسك طول الوقت ايه اللي بيترتب على ده في حياة بيترتب عليه ان انا بتكلم عنها نفسي بصورة مش كويسة بيترتب أن أنا ببقى مش حبة نفسي وحبة دايماً التقدير يجيلي من الخارج مش من الداخل يعني عايز الناس تقولي كلام كويس عايز الناس تشكرني عايز الناس تقولي كلام حلو عايز الناس تشوفني بشكل كويس هو اللي يقولي أنا شكلي فيها حلو ويقولي كلام حلو ويقولي طب أنا جواي قيل النفسي إيه فطول ما أنا ما بيني وما بين نفسي بقولي النفسي كلام مش كويس أو شايفة نفسي مش كويسة أو شايفة نفسي بعين مش حلوة فطول ما أنا عندي عدم قبول الزيت يعني هاتفق أنه قبول الزيت ده لأنني أقبل نفسي بكل حاجة من غير شروط لأنني أقبل الصفات الإيجابية والصفات السلبية طيب أنا هينفع أقبل الصفات السلبية طيب ما هي دي حاجات مش حلوة أقبلها إزاي؟ أنا بالضبط هتقبل إيها إزاي؟ عشان أغير الحاجة الوحشة اللي عندي أيا كانت الصفة اللي مش كويسة عندي لازم الأول أقبل وجودها أتصالح معاه يعني أنا بكذب دي صفة مش كويسة زي هقبل إن أنا كذابة أول حاجة عشان أبطل كذب أقبل إن أنا كذابة وأرضى بإن أنا كذابة فبتدي بعد كده أغير ده وحده الكذابة بيبقى عارف من صميم نفسه إنه كذاب طبعا الحد اللي مش كويس أو اللي بيتكلم على الناس أو اللي هو مش من جواه سالك مثلا ده بيبقى عارف إنه كده؟ أكيد كل واحد بيني وبن نفسه كده بيبقى عارف أنا كويس في إيه ووحش في إيه إيه لنقاط القوة بتاعتي أو إيه لنقاط الضعف بس أنا بحب أبين الكويس وما أبينش الوحش دي حتة حلوة مش وحشة بس أنا بيني وبالنفسي التواصل مع الزاد بقى وكبول الزاد هل أنا لما تبقى الجواية حاجة وحشة بدل منكرها أو أسقطها على الآخر ودي حاجة دفعية بتحسن أو أجيب بيها نفسي وأنا بعمل الحاجة الوحشة دي وهبطلها وهغيرها فدي بتالي تتغير لكن لو أنا رافض الحاجة الوحشة الجواية أو الحاجة الوحشة اللي أنا بعملها طول ما أنا رافضها طول ما أنا هعملها بزيادة لأن فيه قاعدة كده بتقول إن الإحساس بالزنب بيخليني أكرر الخطأ تمام فلو أنا عملت زنب أو عملت حاجة مش كويسة أو كدبت أول تفر الحاجة اللي أنا عملتها بمجرد ما حاسيت بالزنب تجاهها فأنا كده بلوم ذاتي فبجلت ذاتي فهبتدي أكرر الزنب تاني حاجة نفسية بتحصل أوتوماتيكلي كده أنا ممكن ما حاسش بيها طيب هو إيه تأثير عدم كبول الزات على المحيط اللي حوالينا وعلى الناس اللي يعرفونا وعلى حياتنا عموما إيه تأثيرها طول ما أنا مش قابل ذاتي طول ما الناس مش قابليني بتأثر على علاقات بتاعتي يعني أنا ببقى طول ما أنا ما عنديش من جوايا قبول لنفسي ولا للحاجات اللي فيها هتلاقي الناس اللي برا أنت تخينتي قوي مثلا لو أنا مش قابل نفسي إن أنا تخينة مثلا يعني فيبدأوا هم ياخدوا بالهم من الحاجة اللي أنا نرفضها فيها بزر هيشوفوها أيو لأن في حاجة في الانرجي عندنا بتقول الطاقة حيث التركيز فأنا مركزة على إيه على الحاجات اللي يحشل فيها فبالتالي كل اللي حوالي هيركز على الحاجات اللي يحشل فيها برضو فلو أنا تخينة شوية ومتدايقة من تخني ومتدايقة بيني وبالنفسي كده ما بقولش الحد هيجي حد أنت تخينتي قوي لي كده أنا متدايقة مسلا من أي حاجة حصلت لي آه ما أنت بصي فيك عاملة إزاي بصي أنت عاملة إزاي لو أنت عاجبة نفسك زي ما أنت فأنت هتلاقيهم بيرجع على فكرة حلوتي بالزبط الطاقة اللي خارجة مني هتبقى طاقة مختلفة طاقة قبول طاقة رضا طاقة بالبلد دي كده حلاوة أنا مبسوطة بنفسي زي ما ما يمنعش إن أنا زي ما بقبل نفسي أغير الحاجة اللي أنا مش عاجبين آه تخينت شوية مثلا أنا ممكن نعمل دايت وخس عادي عادي أنا حلوة كده كده تخينة حلوة الفياعة حلوة لازم تبقى موافقة على دي ولازم ترضي بنفسك زي ما أنت وترضي عن شكلك زي ما أنت ده بقى بيأثر في إيه يعني حتة المال مثلا أنا عارفة إن حضرتك جراند ماستر في الكلماء اه إيه بقى موضوع المال ده إيه علاقة إن أنا حبّى نفسي أو لا إن أنا يبقى معايا فلوس أو لا طب أنا أنا متداية من نفسي الدنيا فلوس هبقى مبسوطة إيه علاقة دي هتوبى مبسوطة ظاهريا لكن من جوة لأ إزاي هي المال بصفة بحاجة بسيطة قوي قوي إن المال هو نتيجة نتيجة لإيه نتيجة لكل الجواية من أفكار معتقدات مشاعر دي نتيجة بيحصل المال بيجيلي نتيجة لكل ده لو أنا معتقداتي إيجابية وأفكار إيجابية بحصل عمال بشكل في يسر يعني طب إزاي بس مع الساعة يعني أنا مش معايا هبقى مبسوطة إزاي وأنا مش معايا أو أنا معايا مال أنا عارفة إن أنا خلاص أنا معايا كذا الكذا ده أنا هعمل منه كذا وكذا 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 فهدفع فأنا مش معايا فهما؟ نصبت تفكيرنا في النقطة دي إزاي إزاي يعرف أفكر صح عشان يبدأ ينجذب لي المال اللي أنا عايزيه أنا أتضف المعتقدات والأفكار السلبية عن المال يعني في ناس عندها أفكارها إيه بينها وبنفسها عن المال إن الفلوس بتغير النفوس وبتخلي الناس تبقى وحشة فأنا عقلي متبرمج على ده فبالتالي مش هيخلي معايا فلوس عشان نفسي متتغيرش ما بقاش وحش يبقى بيقوله مستلحات كتير وحشة عن الفلوس على قد الحفك مدرج ليك مثلا فأنا دايما هبقى ماشي بودجت معينة صغيرة على قد ما عنديش طموح ما عنديش إن أنا أكبر ما عنديش إن أنا يبقى حاجة كويسة تزيد معاي وهكذا كلما أكون عايز مال أو أحيث إن عندي مشكلة في الفلوس أتواصل مع ذاتي وأقبل نفسي زي ما أنا دلوقتي بحالتي الفقيرة أو إن أنا ما معايش دلوقتي ده من ضمنها قبول الذاته دي حالة المادية أو الحالة اللي أنا فيها دلوقتي إن أنا ما معايش فأنا هقبل ده دلوقتي طب هعمل إيه؟ أشتغل على أفكاري معتقداتي مشاعري لو فيها أي حاجة سلبية أمحيها تماما وأفكر بشكل إيجابي وفي نفس الوقت أبتدي أسعى إن أنا الدخل بتاعي يزيد أفكر في مهارة بصي هو ما فيش حاجة سهلة فوريفر على طول كده العادي لازم سعي مدارس الصبح وبيت وشغل ودنيا بصي أنت متحولة يعني أنا مش لقي معنى تاني فأنت في وسط كل ده هتبقي راضية إزاي أفتكر الموضوع ده محتاجي شغل كتير أنت تشتغلي على نفسك من جوة أنك تقابلي نفسك وتبدقي تتصبحي معاها لأن أنا فيما كولة بتقول دائما ما نلتقي بالآخرين ولكن نادرا ما نلتقي بأنفسنا حضرتك تقولي إيه في النقطة دي بقول إن سهل نشتغل سهل نتعامل سهل نعمل حالات كتير بس صعب نتواصل مع ذاتنا عشان كده دي أكتر حاجة لما بنعملها بتاخد معنا وقت مجهود بتاخد معنا يعني إيه معافرة زي ما بيقولوا ودي أكتر حاجة لو اتعاملت هتسهل عليك حاجات كتير قوي من ضمن الحاجات اللي بتأثر كمان في عدم كبول الزيت إن أنا على شكل جسمي إن في حاجات موضوع الجسم ده مهم جدا خلينا نفض بعض التليفون معنا التليفون مننا من القاهرة أهلا بيك يا مننا أهلا بيك يا مننا من أولا يا ربي مرسي يا حبيبتي السلامي معنا كوتش سالي تحب تقول لها إيه أو تعرفي منها إيه أنا ممكن تكون عندي ثقة في نفسي تهز دنيا كلها بس توعد بيكي علي وقت ممكن اللي قدامي يحس إن أنا ما عندي الزر الثقة يعني أنت عايزة تعرفي تتعاملي زي مع النقطة دي؟ بالضبط تمام ماشي يا مننا شكرا لاتصالك جوي بيعلمنا بقى لأن دي كتير بيعاني منها موضوع الثقة بالنفس أنا عندي ثقة في نفسي أنا عندي ثقة في نفسي بس اللي حوالي لأ ما عندهمش نفس الثقة دي أو مش واسقين فيها فاهماني؟ تمام فأفتكر هي عايزة تقول كده الصدمات التفولة وأنا صغيرة كانوا بيعملوني زي كانوا بيدوني ثقة في نفسي ولا لأ ولا كانوا بيتريقوا عليها لما يكونوا بيتريقوا على الطفل والأهل وما بيتريقوا على الطفل وهو صغير ده بيأثر على ثقة بنفسه وهو طفل لحد ده ما بيجور فمن أول الحاجات اللي بنشتغل عليها في الثقة بالنفس نحب نعرف وهي صغيرة أهلها كانوا بتعاملوا معها زي بيتريقوا عليها بينتقدوها ولا بيشجعوها لأ دي فتل معنا من صغرينا لحد اللقاء طبعا طبعا صدمات الطفولة دي يعني فيها كل الحلول لو فكتيها بتتحل حاجات كتيرة جدا سواء بقى في المال سواء في شكل الجسم سواء في العلاقات صدمات الطفولة بتفضل معنا لو ما تفكتش لأن هي صدمات بتحمل مشاعر المشاعر السلبية بتفضل موجودة في الجسم هي ما تحررتش وما خرجتش لو حررنا الصدمات دي بتتحل حاجات كتير قوي قوي لما بنكون كبار فمسألة الثقة بالنفس بتاعها بنشوف هي كانوا بالأهل بتعامل معاوه إزاي وهي صغيرة لأن هي بتقولك أنا من جوايا حاسة بثقة بنفسي فهي ده حاساته لما كبرت أنا واثقة بنفسي دلوقتي بإمكانيات دلوقتي لكن وانا صغيرة أنا ما كنتش واثقة في نفسي لأنهم كانوا بيتراعوا عليها كانوا بينتقدوني كانوا دايما بيقولولي كلام مش كويس فبمجرد ما بنوصل لصدمة الطفولة أو للكلام اللي كانوا بيقولولها وهي صغيرة بيتحرر فبنعمل زي كده إيه تواصل ما بين الإينة ريتشايلد أو الطفل الداخلي وهي صغيرة وما بينها هي الأدلت دلوقتي وهي كبيرة فبالتالي بنحصل تواصل ما بين الاتنين فبالتالي أنا بقى واثقة في نفسي ما بيهمنيش بقى كلام الناس تبقى الطاقة اللي خارجة مني طاقة ثقة فبالتالي كل اللي حولها بيكون واثقة الفكرة بقى أنت تستذعي الطفل اللي جواكي عشان تتصلحي معاه وتحرري كل الماضي دي إزاي؟ إزاي تعمليها؟ والله هو في الأغلب لازم تلجأي المتخصص طب لو ما فيش متخصص وأنا عايزة بتدي بإمكانيات واحدة واحدة كده وراء ألم واكتب كل اللي كان بيتقالي وأنا صغيرة قالوا كانوا بيتطريقوا على شكلي على شعري على جسمي كانوا الكلمات نفسها اللي كان بتتقال الجسم بيبقى محتفظ بالطاقة بتاعتها فهتلاقي الكلام بمجرد ما تستدعي أنت تتجيبي وراء ألم وتقولي أنا كان بيتقالي إيه فهتلاقي سبحان الله هتلاقي إزاي الكلام ده أنا لسه في كرار حد دلوقتي لأنه هو متخزن في جسمك ومتخزن في عقلك والورقة دي تقطعها أو تحرقها بحيث أن ده دي طريقة من طرق التحرير يعني بتاعت المشاعر لو ما معرفتش تعمل ده أو برضو لسه المشكلة بتاعتها موجودة بتلجأ لحد متخصص يعني سعيدة في القصة دي تمام يعني دي كده بقى نقول لأستاذ المشاهدين للتواصل مع كوتشي سالي الأرقام هتنزل لحضراتكم وممكن تتواصلوا معها لأنها فعلا هتفككم في حاجات كتير أنا كمان عايزة أعرف النقطة اللي كنا بنتكلم فيها قبل المكالمة إحنا كنا بنتكلم على شكل الجسم وإننا نكون رفضين ذاتنا فده بيأثر على شكل جسمنا في إيه أو إزاي وسيلة دفعية الجسم بيعملها إن أنا أتخزن الدهون في جسمي عشان أنا مش قابل نفسي يعني دي حاجة دفعية الجسم بيعملها يعني مش عشان بناكل كتير؟ لا ما هو دي نقطة طبعا عشان بناكل كتير وممكن عشان ظروف معينة ممكن تكون الغدة فيها مشكلة ممكن يكون الأنيميا عاملة مشكلة ممكن يكون بس السبب النفسي يعني لو جنبنا كده المشاكل الصحية على جنب سواء غدة أو أنيميا أو إن احنا بناكل كتير ولازم نقف البقنا سويا الضبط الشط النفسي في الموضوع إن أنا مش قابل ذاتي الناس بتتاريق علي أو أنا عايز أرضي إنسورة للناس أنا مش قابل ذاتي عايز الكلام يجيلي من الناس وبس فدي وسيرة دفعية الجسم بياخدها في احتفاظه بالضهور فلو أنا تواصلت مع ذاتي كويس عملت حاجة اسمها تأدير ذات وده اللي أنا كنت عايز أوضحه للناس في حاجة ما بين كبول الذات وتأدير الذات كبول الذات إن أنا بأقبل نفسي بكل صفاتي الإيجابية والسلبية وعشان أغير الحاجة السلبية دي لازم أقبلها وبتدي أغيرها بعد كده بخطوات معينة طيب تأدير الذات يعني إيه؟ إن أنا أحس إن أنا ليا قيمة إن أنا ليا لازمة إن أنا مقدر من نفسي لنفسي كده مش مستني التأدير من برد تأدير من الآخرين بصدر لو أنا مقدرتش ذاتي وحاسيت إن أنا قيمة في حد ذاتها ما أنا لازم أشتغل على النقطة دي ما يفعش أنا أكون قاعدة في البيت مش بعمل حاجة أو أنا ببص على الحاجات اللي غيري بيعملها إحنا في الغالب إحنا بنكرر نفسنا باللي بينجحوا قوي واللي بيعملوا حاجات كبيرة واللي مش عارفة بيحققوا إنجازات في حياتهم لا أنت حاولي تسلطي الدق على الإيجابيات اللي أنت بتعاملها في مكانك أنت أم فأنت بتربي أولادك أنت أم فأنت مفتمة ببيتك أنت أم فأنت عندك زوج أنت أم أنت رئيس المكان اللي أنت فيه أنت المسكة كل ده دي إيجابية في حد ذاتها مهمة جدا يعني اللي فهمتوا من كلام حالي أنت حابة أنك تقولي إن كل واحد يركز على إيجابياته ويقدرها ما يستنيش من بره التأدير مش بس إيجابياته أنا ببص على نفسي أنا كبني آدم ربنا خلقني فأنا قيمة في حد ذاتي من غير ما أعمل أي حاجة خالص ليه؟ لأن ربنا قيمني ودني من روحه وأن أنا إنسان موجود على وجه الأرض فأنا في حد ذاتي أنا قيمة بس من غير ما أعمل أي حاجة أنا بقال لي بختار هعمل إيه؟ لو اخترت أعود في البيت فأنا دي قمتي ما فيش مشكلة قيمة غالية جدا إن أنا أشتغل فأنا بشتغل أنا عندي قيمة بس أنا من غير ما أعمل أي حاجة كده وأنا قاعد على كرسي فأنا قيمة ليه لأن أنا بني آدم بس فده الفرق بين قبول الزات وبين تأدير الزات لما بعمل الاتنين مع بقى تأدير الزات بيجي إمتى؟ لما أكون قابل الزات أنا أقول لي ما أقدر نفسي وأنا مش قابل نفسي فعشان أبتدي أخش في نقطة تأدير الزات لازم أول خطوة أن أنا أقبل زاتي فيبتدي معايا تأدير الزات فبتدي أحس بأن أنا ليه لازمة وليه قيمة فيبتدي ده ينعكس على علاقة الناس بيه بس طيب نقطة المال يعني تحب تقولي إيه للسادة مشاهدين في الحتة دي يعني الحتة دي كمان مهمة وبتهم كل المشاهدين وخصوصا في الوقت اللي إحنا فيه أو في الفترة الصعبة اللي بتمر علينا دلوقت تحبي تقولي لهم إيه أو تنصحيهم بإيه إن نشتغل على نفسنا أكتر يعني إيه كلمة مش في المطلق كده نشتغل على نفسنا يعني نتعلم حاجات جديدة عشان نكسب منها فلوس تاني يعني كده ولا كده لو زبطت أفكاري معتقداتي ومشاعري تجيها المال فأنا مفروض أن أنا هجيلي دخل لو ساعات بس لو قدرنا بنسبة السعي قد إيه وبنسبة الأفكار والمعتقدات قد إيه الشغل على الأفكار والمشاعر بنسبة 90% والسعي 10% معقول؟ معقول يعني أشتغل بس 10% وال90% إن أنا أبدأ أسترجع وأبدأ أحرر الماضي بتاعي وأبدأ أبص للإيجابيات ورد بالإيجابيات والسلبيات اللي جواها بالضبط كده يعني لو هيبقى السعي بالنسبة لك هيجي بشكل سهل ومبسط وهيجي لك فرص كتير الفرص هتبقى قدامك متاحة بشكل أكبر ليه؟ لأن أنا ما بقاش عندي عاقق يخلي الفرص ما تجليش بالضبط هتلاقي الفرص موجودة بشكل أكبر هتلاقي اشتغلتي هنا وجات لك فرصة في شغل تاني وجالك حد يعرفك من خلال حد فجاب لك شغل تاني هتلاقي الفرص بتجيلك كده لكن لو أنا فضلت زي ما أنا بأفكاري الأديمة بمعتقداتي الأديمة تجاه الفلوس طيب أنا كده عندي عاقق عاقق في جسمي عاقق في الطاقة بتاعتي هتجيلي الفرص منين؟ هشتغل شغل أنا واحدة مثلا من الصبح لحد المغرب وهو ده الدخل الوحيد اللي بيجيلي ودايما الفلوس مش مكافية ودايما المصاريف أكبر من الإرادات عندي أو من الدخل بتاعي فأنا في حلقة مفرغة ما بفكش منها خالص الحل الحل أن أنا أشتغل على الجزئية دي على جزئية الأفكار المعتقدة السلبية عندي تجاه المال أحررها أسعى واكتهد أتعلم مهارات جديدة تجيب لي فرص جديدة بالضبط يعني مثلا أعدى في البيت أنا ممكن أتعلم كمبيوتر ممكن أتعلم إنجليزي ممكن أتعلم لأي حاجة أنا بحبها تجيب شغل اليدوي وأعمل لنفسي جروب أو أعمل مثلا زي أو جايري صغير أو أوزع في حاجتي أي إن كان الحاجة اللي أنا بحبها هي أي أسعى في كذا جهة وهيجيد إن شاء الله دخلي طيب أنا دلوقت المفروض أنت دلوقت هقولك إيه أنا بشتغل وبسعى وبتهد تمام فجالي حد بيقول لي مثلا كلام مش كواس أو مش بيشجعني أو مش عارفة إيه أتعامل معاي إزاي إزاي أعمل وما خليش كلام اللي بيجيلي أو الكلام اللي بيتقال ممكن يحبطني ما يدخلش ويترصخ في عقلي ويدخل جوايا ويسبيب لي مشكلة أو يخليني عندي عدم قبول الزيت اللي إحنا بنتكلم عنه تمام لو وصلت النقطة أني أنت بقيت رضي عن نفسك وبقيت قبل ذاتك وفي تأدير أنت الكلام اللي هيجيلك من الناس هيبقى قليل بس في ناس رخمة بتقول كلام رخم لما هيقولولي الكلام ده وأنا واثقة من نفسي وعارفة أن أنا راضية بنفسي بكل حالاتي اللي هو إيه هيبقى رد فعلي مختلف هيبقى رد فعلي اللي هو أنا وطلبتش رأيك أو ما حد يسألك أو ما لكش دعوة بس دعوة بس دعوة أو ابتسامك كده بسيطة اللي هو ماشي من عارفة هتبقي أنت نفسك بتردي بسكة هتبقي لدرجة أنك ممكن تخلي البندم ده يخاف يتكلم معاكي وينتقدك أساسي أنا عجبيني كده يعني يا خلصانة تقولي عليها للمشاهدين الكبير معاكي النصيحة اللي حابة وجهها لهم أنه قبلوا نفسوك زي ما أنتم أنتم حلوين بكل حالاتكم بكل حاجة أنتم بتعملوها هي كويسة لو غلطنا ما يجراش حاجة نغلط ونستغفر ونقبل نفسنا زي ما احنا ونحاول نبتدي من أول وجديد والتغيير ممكن يبين أنه هو صعب في الأول لكن واحدة واحدة بنتغير للأحسن إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وأنا مبسوطة جدا بأن أنت معي النهاردة مرسي أنا كان مبسوطة بك يا شاهد مرسي استفدت منك كتير جدا بجد يا رب تكون الحلقة عجبت أستاذ المشاهدين وحابة أقول لهم أنت لا تجذب ما تريد أنت تجذب ما أنت عليه بداخلك شوفي أنا عايزة أعرف بس منك نقطة تانية أخيرة تشكري مين بسرعة مع أنا كم سانية بشكر طبعا والدي والدتي وبشكر ولادي وبشكر جوزي حبيبي عشان هو وقف أنا أطلع لها طيام شكرا أزيزي المشاهدين يا رب الحلقة تكون عجبتكم ويا رب الحلقة تكون خفيفة عليكم وأشوفكم تاني في حلقة جديدة مع تحديات شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر